في تاريخ الطيران الامريكي اللي قدروا انه يخطف طيارة ويهرب من غير ما حد يعرف عنه حاجة سنة 1971 ميلادية كوبر كان على طيارة بوينج 747 واتضح انه معاه شنطة مليانة متفجرات وعلشان ما يفجرش الطيارة بالناس اللي عليها طلب فيديا ايمتها 200 ألف دولار وفعلا السلطات استجابت ليه وخد الفلوس واثناء ما الطيارة كانت في الجو تلع وراها اتنين من الطائرات المقاتلة وفيدلهم تابعينها لكن اللي ما خدوش بالهم منه هو كوبر وهو بيقفز بالبراشوت من الطيارة في نص الليل وتشكلت فرق بحث في اغلب انحاء الولايات المتحدة علشان يقدروا يوصلولو لكن محدش قدر يوصلو ولا يوصل للفلوس والغاية النهاردة محدش قدر يعرف مين اللي خطف الطيارة وايه اللي حصلو وازاي قدر يهرب اشهر سجين في التاريخ كان موجود في سجن الباستيل سنة 1790 واللي اعتبر واحد من اسوأ السجون الفرنسية ورغم انه السجين الاشهر على الاطلاق الا ان محدش قدر يعرف هو مين كان السجين ما بيتكلمش ابدا ولا يبس طول الوقت قناع حديدي وكان محظور عليه قلعه طول فترة عقوبته واللي ما كانش حد يعرف هي قد ايه ولا ايه جريمته اللي دخل بسببها السجن والمعلومة الوحيدة اللي كانت موجودة في ملفه هو رقمه في السجن ومعظم الخبراء رجحوا انه كان سجين مهم وعالي المستوى او واحد من الاسرة الملكية والغاية ما مات في السجن ما تمش الاعلان عن جريمته اللي تسجن على اساسها وبعض الروايات والافلام تناولوا شخصيته بصورة درامية لكن حقيقته هتفضل لغز لمدى الحياة جيل بريس كان جندي بجيش الامبراطورية الاسبانية سنة 1593 وكان بيقدي عمله بصورة عادية في مدينة مانيل لعاصمة الفلبين بعد يوم واحد من حدثة اختيال حاكم المدينة واللي تم قتله على ايد قرصان من القرصنة واثناء نوبة حراسته عنه غمضت شوية لكن لما صحي حصلت حاجة غريبة لقى نفسه في مكان تاني ما يعرفوش وناس بتسأله انت مين وبتعمل ايه هنا واكتشف بريس انه مش في الفلبين ولكنه بصورة غريبة اتنقل للمكسيك واليوم والتاريخ كانوا زي ما هو ما فاتش اسابيع ولا شهور وحكى للسرطات اللي حصل معاه وازاي انه كان بيقدي وظيفته بصورة عادية وعينيه بس غمضت شوية وصحي لقى نفسه في مكان تاني وطبعا محدش صدقه وكان من ضمن اللي قالوا ان قبل اللي حصل معاه بيوم واحد تم اغتيال حاكم مدينة مانيلا واللي اغتاله كان قرصان وبعد شهرين كاملين وصلت الاخبار للمكسيك عن طريق سفينة من الفلبين واللي اكدت صحة كلام بريز لكن للأسف معلوماتنا عنه قليلة جدا وازاي قدر يتنقل من الفلبين للمكسيك في لحظة في حين ان السفينة من الفلبين للمكسيك بتاخد شهرين ولا صورة تم الحصول عليها للجاسوس السوفيتي بيرسيس على الرغم من عمله وتجسسه على مشروع منهاتن الامريكي لمدة 3 سنوات كاملة من 1943 ل1946 ومشروع منهاتن كان الاسم الرمزي لمشروع سري لبحث وتطوير اول سلاح نووي امريكي خلال الحرب العالمية التانية والمعلومة الوحيدة المتوفرة عن الجاسوس هو ان اسمه الحراكي كان بيرسيس وكان متخفي في صورة علم مشارك في المشروع وكان عنده صلاحية الوصول لاهم المعلومات من خلال مركزه وكان في منتهى البراعة لدرجة ان الامريكان ما كانش عندهم فكرة انه موجود اصلا غير بعد حوالي 40 سنة لما عميل سابق في المخابرات السوفيتية اعلن عن الامر وبالرغم من ذلك ما قدروش يعرفه انهي واحد في العلماء هو بيرسيس والحد النهاردة ما حدش يعرف هوية الجاسوس السوفيتي تعتبر حادثة اغتيال الرئيس الامريكي جون اف كاندي سنة 1963 واحدة من اكبر الغاز التاريخ الحديث وتعمل تحريات موسعة لاكتشاف احداث الاغتيال المروع وكان بيتم الاستعانة باي لقطة من الفيلم المصور للحادثة او اي صورة تم التقطها من الحاضرين واثناء التحريات اكتشفوا ان اثناء الحادث كان فيه سيدة مسنة لابسة اشربة على راسها وبتصور بالقرب من سيارة الرئيس الامريكي لحظة الاغتيال لكن مفيش اي حد قدر يتعرف على هويتها حتى مع مطالبة الاف بي اي السيدة دي انها تظهر وتقدم الصور اللي معاها لكنها مظهرتش مرة تانية بالرغم من ان الصور اللي كانت معاها كان ممكن يكون فيها حل لاغتيال الرئيس زودياك السفاح كان قاتل متسلسل عنده من الجرأة اللي تخليه يبعد خطابات مشفرة للسلطات وكان بيسخر فيها منهم من كم القتلى اللي حصد ارواحهم من غير ما يعرفوا يمسكوه وادعى زودياك انه قتل 37 شخص لكن سبعة منهم بس اللي تأكدت السلطات انه هو اللي قتلهم وكل جرائم زودياك كانت خلال فترة الستينيات والسبعينيات ومحدش قدر يحلها او يوصل لاي نتيجة فيها والحد النهاردة محدش يعرف هو مين في فرنسا وسنة 1880 تم العثور على جثة امرأة في نهر السين ومحدش قدر يتعرف عليها وما ظهرش حد من اقاربها ولما وصلت للمشرحة ملامح والشهة اثرت في احد الاطباء فقرر انه يطلب صنع قناع بنفس ملامحها واهتم الفنانين بشكل القناع لدرجة نسخه بسور مختلفة واصبح القناع قطعة فنية موجودة في كل العالم لسيدة محدش يعرف عنها اي حاجة وزادت شهرتها كمان لما قام صانع العاب نرويجي في استخدام نفس ملامح سيدة نهر السين على الدمية اللي بيتم استخدامها في دروس انعاش القلب والرئتين سنويا بيحاول مئات الناس تحدي جبل ايفرست وتسلقه لكن الرحلة في منتهى الخطورة وابسط دليل على كده هو تجمد اكتر من 200 فرد وفاتهم على الجبل الرهيب ومن اشهر الاشخاص اللي ماتوا على الجبل واحد معروف باسم الحزاء الاخضر وعلى الرغم ان هويته الحقيقية ما تمش الاعلان عنها بشكل رسمي الا ان الحزاء الاخضر بيعتقد انه عائد للمتسلق الهندي واللي تجمد تماما في محاولة تسلق الجبل سنة 1996 وبيعتبر حزاءه حاليا علامة على الجبل بيشوفه كل متسلق اثناء الرحلة في اشارة لخطورة الجبل واللي ممكن يعمله في المتسلقين واحدة من اكتر الشخصيات الغمضة من حادثة اغتيال جون اف كاندي برضو هو رجل الشمسية وفي حادثة الاختيال دي السيدة بابوشكا ما كانتش الشخصية الغمضة الوحيدة في مكان الحادث تم رصد صور اثناء وقوع عملية الاختيال وكان فيه راجل واقف وماسك شمسية ورفعها على راسه في يوم الجو فيه كان مشمس وما فيهوش اي مطر وكان من اقرب المتواجدين لحظة اطلاق النار ومع ذلك محدش قدر يوصله ولا يعرف هو مين وهل كان ليه دور في الاغتيال ولا لا سنة 1989 تظاهر مجموعة من الطلبة في بيكين ضد الحكومة الصينية مطالبين بالاصلاح والديمقراطية وكان رد الحكومة عليهم في منتهى القصوة والعنف واعلنت الحكومة الاحكام العرفية وبدأت انها تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين وصلت بيهم لاستخدام الدبابات لكن طالب شجاع من المحتاجين ما خافشي ووقف قدام صف كامل من الدبابات ورفض انه يتحرك او يسيب الدبابات تعدي في طريقها والحد دلوقتي ما حدش يعرف هوية الطالب ولا مصيره بس تقدر طبعا تخمنه وحصله ايه يا ترى اكتر شخص غالب